السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? اهلا بكم معايا النهاردة بازن الله هنعمل مع بعض دحية اللي حلوة جدا هتنفعك في المطبخ بتاعك. ما تنسيش لايك واشتراك في القناة وتعالي بنا نشوف اول فكرة معنا. اول فكرة معايا اه هنتكلم عن الاتضمة اللي هي بتاعة الخيط والابرة وكده. الناس كتير جدا بتحتس فيها ومش بتكون عارفة هي بتشتغل ازاي. هي اولا بيكون لها زرار كده زي ما بيدخليه بيطلع سن صغير. آآ زي ما انتشوفتم معايا كده بيطلع سن صغير كده من الجنب. آآ مفروض دلوقتي هنبتدين احنا نلضم الابرة بتاعتنا. آآ ما بتد يعني بيشايفيني سن الصغير اللي طلع ده. دخل ليه كده دلوقتي مش هنطلعه دلوقتي. اول حاجة بنعملها ان احنا بندخل الابرة بتاعتنا في الفتحة اللي على الطرف دي بالشكل ده ومبقى الامضايصين على الزرار بحيس ان السن ده يعدي ويدخل جوة الابرة نفسها. جوة الفتحة بتاعت الابرة. طبعا انا بشدها معاكم كده عشان تعرفوا ان هي مسكة ازاي. وان هي مش فكة يعني طبعا السن ده دخل جواها. بعد كده بيبتدين انت تجيب الخط بتاعك وتروحي معلقية على السن بتاع الابرة كده بالشكل ده. سبتيك كويس وعلاقيك كويس كده زي ما انا مسكيه بالشكل ده. كل ده طبعا وانا دايسة على الزرار. بعد ما تسبتي الخطة هتروحي سايب ايدك من على الزرار. آآ هتلاقي طبعا القطعة السن ده يعني تسحب له جوة ودخل جوة الابرة وكده عندك الفتحة بتاعتك تلضمت بسهولة جدا من غير ما تتعبي نفسك. آآ وعملناها بطريقة يعني بسيطة جدا عارفة ان اللضمة دي عندي ناس كسير مش عارفين يستخدموها. الفكرة اللي معي بعد كده هاستخدم فيها برطمان. اي برطمان شكل كده حلوة عندك ومعلقة. آآ ياريد تستخدم معلقة كون قديمة يعني مش بتستخدميها مش هتستخدميها تاني مش كوني مش هتستخدميها في الاكل يعني. انا بابتزي ان انا كده اخد طولها وبعدين علشان خاطر انا هتنيها. بالشكل دايما بيقول لك تكون معلقة قديمة بحيس ان هي تكون يعني خلاص هتستغني عنها وتقدر ان انت تتنيها ومش عايزها تاني. بعد كده ده كده شكلات طبعا بعد ما تقنتها وزبطها احنا هنعمل مع بعض كده مبخرة. آآ يعني بسيطة بآدبات بسيطة خالص. دلوقتي هبتزي ان انا اخد مصدس الشمع بتاعي وهبتزي ان انا نلزق المعلقة دي كده على الجنب من البرطمان بالشكل ده. بعد كده هنزينها. انا معي هنا شريط كده من الخيش. هبتزي ان انا حطه بالشكل ده تقدر تحطي آآ مثلا حاجة اي ستين مثلا او ارجانزا او متسبيها زي ما هي زي ما انت عايزة. بس انا بزينها معيكو عشان تشوفوا برضو شكلها النهائي بعمل ازاي. كده بقى شكلها جاهز المبخرة بتاعتنا. تقدري بقى تستخدميها ازاي? هنحط جوها شمعة كده من تحت ونبتزي ان احنا نشغلها بالكبريت. او بالولاة عادي. ومعي هنا كده بقى بخور. آآ تحطي بقى فوق هنا كده على المعلقة نفسها طبعا الشمعة اللي تحت دي هتسخن فهتسخن المعلقة. آآ فهتبتزي ان هي تطلع ريحة البخور او لو مش حابة تحطي بخور ممكن تستخدمي لزيوت العطرية اللي زي دي كده. في زيوت بتتباع عند يعني ناس اللي بتركب عطور وكده اي زيوت بقى مسلا فواكه. اي زيوت تحبيها يعني هتحطيها على المعلقة كده من فوق. وتسيبي بقى المعلقة تسخن وهي تطلع معاك الزيوت والروايح. تعالي نشوف الفكرة اللي بعد كده معايا هنا كده دي كانت ازازة زيت يعني كبيرة عندي. تقدر يتعمل الفكرة دي بازازة زيت او بكمان يكون نفس الحجم كده تقريبا هبتزي ان انا اشيل الجزء اللي فوق منه بتاع طبعا الراس الازازة مش محتاجة وهاجي من الجناب من الجنبين بتوع بتوع الازازة او بتاع الجيركن وهبتزي ان انا اقصهم كده بالمقص. افتحهم بالشكل ده واشيل منهم حوالي سبعة سنتي كده مسلا. وطبعا بطول الازازة نفسها ده تقدر تستخدميها تحط فيها مسلا المعالق بتاعتك وانت شغالة كده على البوتاجاز. تحطيها على الرخيمة على جنب. اه تسبتي فيها المعالق. يعني بصي هلها كده استخدم وانا هقول لكم دلوقتي استخدمتها. ممكن تحط فيها البلانشة بتاعتك بتاعت التقطيع. برضو اه يعني اللي انت بتستخدميها بقى طول اليوم وتسبتيها جنبك وكمان بتشيل حاجات كتير لان هي عريضة شوية. فتقدر تحط فيها كل الحاجات دي البلانشة كده والمعالق اللي بتستخدميها طول اليوم. ممكن طبعا تزينيها وتلونيها زي ما انت حابة او ممكن تسيبها كده شففة عشان تعرف تغسليها يعني. آآ ليها كمان استخدام تاني حلو وزريف خالص تقدري برضو انت تحط فيه الرول كده بتاع المنازيل لو مش عندك يعني الرول بتاعه اللي هو بتحط فيه وبعد كده تسبتي توقفيه كده وتسحبي منه المنازيل كده زي ما انت عايزة. الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها او هنعمل الفكرة دي بمشبكين واحد يكون حجمه كبير والتاني يكون حجمه صغير شوية. بحيس ان انا مفتح الكبير كده التاني الصغير يدخل فيه بالشكل ده. آآ علشان يكون يعني مستريح. بعد كده بعد ما ثبتوهم بالطريقة دي. هحط تحتهم طبق كده طبق صيني طبق ميلامين. آآ لكن بلاش طبق بلاستيك وكمان جبت عود البخور بتاعي اللي دايما بنحتار نحطه فين. آآ ونسبته فين او نوقفه ازاي يعني. آآ وحطيته جوة القطعة الحديد دي او الدايرة اللي في المشبك. وبعد كده ابتديت طبعا انا ولع عود البخور بالكبريت بتاعي. وهتسيبيه بقى كده آآ يشتغل ويطلع الريحة بتاعته من غير ما هتخايفي ان هو يبهدلك الدنيا طبعا اللي فيها ينزل كده على الطبق بطريقة بسيطة خالص. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها ازايزة حاجة ساعة تكون آآ كبيرة حجم اللي هو حوالي اتنين آآ اتنين لتر ده. آآ هبتدي اجيب الازايزة بتاعتي كده وطبعا هاخصلها كويس واشير الورقة اللي عليها ومعايي سكينة مسخنها على البوتاجاز. آآ طبعا السكينة دينا بس نخصصوها للحاجات الزي دي يعني عايزة مسلا اقطع حاجة عايزة اقفل آآ آآ مسلا اقفل اكياس عايزة اقطع آآ بلاستيك كده يعني بخاصة السكينة الحاجات دي وبس احخانة كده على البوتاجاز وبتدي ندخلها جوه الازايزة عشان خاطر اقطع بوز الازايزة كده ان هو طبعا بيكون تخين شوية. بعد كده هبتدي ان انا اكمل بالمقص كده وهفتح من الجنبين بالشكل ده. ده كده طبعا شكلها بعد ما اقطعتها كده من الجنبين تقدر تشيلي فيها اي حاجة انت عايزها انا مسلا هحط الادوات بتاعتي الدباسة والكوية والقطر وكمان مسدس الشمع علشان خاطر ان نظامهم. آآ بالشكل ده تبتقدر ان انت تروحي ايه حط فيهم الحاجات بتاعتكده وطبعا هنجيبي غاطة الازازة تاني وتبتدي ان انت تقفل الازازة. الازازة دي استخدماتها يعني لا تعدها دوحسة صراحة يعني انا ممكن اديكي لها استخدامات كسير جدا جدا. تقدر تحطي فيها الادوات مسلا بتاعة الكهرباء المفكات وكده وتقدر تحط فيها كمان الادوية بتاعتك تقدر تنظمي فيها اي حاجة انت عايزها. آآ هي فكرتها سهلة وبسيطة وتقدر تعملي واحدة كده جنب بعض كزا واحدة او بتوقفهم بالطول. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها علب الزبادي دي. انا هفتحها كده من النحيتين زي ما انتم شايفين فتحيها كده من النحيتين بحيس ان هم بقوا عاملين زي الاستوانة. جمعت كده شوية حلوين معايا. وجبت معايا كده اللي هو الستيكر بتاع المطوبخ وهبتدي ان انا زينهم. هقطع شرايط كده بعرض العلب وهبتدي ان انا اغلف كل العلب اللي معايا دي بالستيكر. ده هنعمل منه منظم تحفة تحفة بجد. هيعجبكو وهيلما معاكو حاجات كتير وليه كزا استخدام. هبتدي دلوقتي ان انا زينهم كده. بعد كده هتجيب شماعة كون قديمة عندك او خفيفة بالشكل ده وقطعت الجزء الدقري ده اللي فيها. وبعدين هبتدي هو كمان ازينها بمسلا اي ستان مسلا او اي حاجة متوفرة عندك. هبتدي ان انا نلف عليه كده. وبعد كده هتجيب الكوية وهبتدي ان انا افتح فيه فتحة. هو واول علبة من علب الزبادي بالشكل ده. وهجيب برضو معايا اي خيط بقى او استراس او قصي او ستان. عشان اربطهم في بعض كويس. وهدخلهم كده في الاربع فتحات وهسحبها على برة وبعد كده هروح ربطهم في بعض كده. انا عايزة اول واحدة تبقى سابتها كويس جدا ومسكها كويس جدا. بعد كده هتبتدي انت تثبتي كل العلب بقى في بعضها. اه مسلا بمسادس الشامعة ممكن كمان بالدباسة هيكون برضو اقوى. وكمان ممكن بالسلوتيب يعني اي حاجة متوفرة عندك تقدر انت تثبتي بهم العلب دي كده في بعضها. تعالوا بقى انشوف استخدامات المنظم ده اول استخدام ليه معانا. انا علقت في التوى كده زي ما انتم شايفين اللي هي الاطواء. بالشكل ده تقدر تعلقيها عندك في الدولاب. ده كده شكلها. اه ده طبعا اول استخدام ليها. تاني استخدام بقى واهم استخدام بالنسبة لي. والان انا فعلا كنت محتاجة وان انتو كمان هيعجبكو جدا. اه تنظيم البندانات بتاعتك هتبتي تدخليها كده هو. اه وبترتبهم كلهم فوق بعض وتعلقيها برضو في الدولاب. كمان الاستخدام التالت ليها. اه للطرح برضو تقدر انت يدخلي فيها الطرح كده من الجنبين. اه وترتبيهم طبعا بطرح يمطبقهم وحطوهم كده في الجنبين. شكلهم برضو مرتب جدا ومنظم. عمل من منظم طرح من حاجات بسيطة خالط كده زي ما انت شايف منظم طرح وبندانات. اه عملي جدا. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها اللي هي المقابط بتاعة الشنط والبطاطين والكراتين. اه والحاجات دي. هبتدي ان انا اخدهم كده وارتبهم ولزقهم جنب بعض بالشكل ده يعني حوالي اتنين او تلاتة كده جنب بعض على الحيطة. لزقتهم طبعا بمسادس الشمع. دي تقدري تستخدميها اني تترتبي فيها المقاشات. ممكن طبعا تسبتيهم وراء الباب بتاع المطبخ او وراء كمان الباب بتاع الحمام. وتلمي فيه المقاشات والمساحات والكلام ده كله. اه دي طبعا اللي هي المقابط بتاعة الشنط بتاعة البطاطين او الكراتين مسلا لعب الاطفال بيجي فيها كده الايدين يعني بتاعتها بنفكها وبنتجي احنا ايه نستخدمها بالشكل ده. الفكرة اللي بعد كده من الرول الستريتش اللي هو دايما مغلبنا ومش عارفين نستخدمه ولا نقطعه ولا نعمل في ايه. آآ هتستخدميه بتطرية بسيطة خالص هيحل معك كل المشاكل دي درج كده المطبخ تبتدي ان انت تفتحي دوبك كده حاجة بسيطة خالص. هتسبتي عليه الرول بتاعك وتبتدي ان انت تسحبي. طبعا مفروض انت تكوني واقفة وقريبة من الدرجة قوي يعني علشان خاطر برضو الدرجة ما يتفتحش منك. آآ وبحيس تبقي محافظة على المساحة او المسافة الصغيرة دي اللي هي دوبك يعني ايه شايلة الرول ده. بعد كده تشوفي بقى الحاجة اللي انت هتستخدميها وتبتدي ان انت ايه تحطيها فوقي كده وتبتدي طبعا ان انت تقفلي. آآ مسلا هت يعني هتقفني مسلا اطبوك هتحطي خضور آآ وبعد كده هتروحي طبعا من مشيه بالسكينة بالشكل ده ومقفلها على الحاجة اللي انت هتعمليها وهكزا وهكزا طرية بسيطة خالص وهتلاقي الرول بتاعك كده مفروض ومش هيكار مش هيكارمش معاكي. الفكرة اللي بعد كده بقى من ازازة البريل انا جبتها زي ما انتو شايفين وقصيت الجزء اللي في النص ده آآ وحاولت ان انا اساويها وازبطها طبعا بالمقصة كده بنساوي وبعد كده بنيجي بقى مطرح ما انا معلمها كده وببتدي ان انا امشي بالايه بالبلاعة او بكابريت بحيس ان البلاستيك يترى معايا شوية واعرف ان انا اشكله وعرف ان انا اتنيه آآ ودي له كده الشكل ده برضو بنمشي كده بالولاعة على الاطراف كلها ونزبطها ومن النص بنزود شوية كده آآ يعني ونوقف الولاعة شوية عشان خاطر تبقى متنية معانا وفي الاخر تاخد آآ تزبط على الشكل ده يعني وتاخد الشكل ده دي طبعا زي ما انت شايفين واضحة جدا يعني هنقلبها لصفاية آآ للسبونشات بتاعتنا بس الاول لازم نفتحها من تحت كده كم فتحة جبت معي الكوية آآ وهبتدي انا افتح كده كم فتحة صغيرين عشان خاطر طبعا ما تحاوش مية والمية اللي هكون جواها كده تتصرب وتنزل على الحوض نفسه هنحط جواها لسبونشات وقت ابتدي ان هي تتصفى وبعد كده طبعا آآ هعلقها كده على الحنفية عندي او على الحوض يعني في اي مكان يكون آآ تقدر ان انت تتصربي ينمي يعني تتصرف فيه وبكده يكون وصلنا مع بعض كده نهاية الفيديو خلصنا الافكار بتاعتنا كلها مع بعض يا رب الفيديو يكون اعجبكو والافكار كلها يكون اعجبتكو قولولي ايه اكتر فكرة هتنفزوها وكنتم محتاجينها فعلا بتنسوش طبعا لايك على الفيديو لو عجبكو كمان اشتركوا في القناة اللي كنتي اول مرة تشوفيني وفعالي الجراز على علامة الكل عشان يوصلوا لكل الحاجات اللي انا بقدمها بعد كده وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد مع السلامة